أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أيلون ماسك عزم منصة التواصل الاجتماعي حثف الحسابات غير النشطة لعدة سنوات وتوقع ماسك انخفاض عدد متابعي تدوينات الصغيرة بسبب هذه العملية ووفقا للسياسة تويتر الجديدة يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل ثلاثين يوما لتجنب الحثف نهائيا تأتي هذه الخطوة بينما تنتهج شركة تويتر حملة من الإجراءات لمعالجة مشكلة الحسابات المزيفة